لا يمكن أن تغيب العين الإيرانية عن التطورات التي تحصل في العراق كما لا يمكن أن لا تترك بصمات أصابئها في كل ما يحدث تحت هذا الوصف ترى صحيفة الجارد البريطانية أن لإيران مصلحة في استمرار الصراع على السلطة بين الأحزاب النافذة ليس من قبيل رغبتها في تفتيت العملية السياسية وإنما من قبيل إعادة رسم المشهد بما يضمن تقوية نفوذ الموالين لها في مؤسسات الدولة وفرض الشروط على نطاق غير مسبوق على القوى السياسية وتذكر صحيفة الجارديان أن الأمل في انبثاق حكومة تسعى إلى تحقيق المصلحة الوطنية دون تحزب أو محاصصة بات منعدما في ظل الصراع القائم داخل القوى السياسية نفسها وسيشهد العراق خلال المرحلة المقبلة تحركات على الأرض من طرفي الصراع وقد تحمل في طياتها عنفا غير مسبوق مراقبون يرجحون ظهور عدة سيناريوهات بعد تعمق الخلاف بين أطراف العملية السياسية انتخابات مبكرة تؤدي إلى كسب مزيد من الوقت لحفظ ماء وجه العملية السياسية أو إعادة فتح قنوات التواصل بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري للاتفاق على توليفة ترضي الطرفين وبغير هذين السيناريوهين تتجه الأمور إلى مرحلة تصادم يكون السلاح الموليشيات هو عنوانها لكن هذا ما لا تريده إيران فبالنهاية هي ترجح استمرار الصراع البارد كما ذكرت صحيفة الڭارديان ولا بأس كذلك من حصول صدامات بشرط عدم خروج الأمور عن السيطرة وحدوث تطورات خطيرة بقاء العملية السياسية على قيد الحياة ولو مجرد هيكل هو مصلحة أمريكية إيرانية لأنها الضامن الوحيد لبقاء العراق في دوامة التبعية والفساد والتمزق